اشتركوا في القناة القمر رح يتواجد في اكثر من منزلي خلال هذا اليوم ولكن قبل ما ندخل على معلومات القمر امبارح انا نزلت او يوم امس نزلت عن الكسوف ونزلت عن زاوية التربيع وزاوية الاقتران والاحداث القادمة لغاية نهاية السنة فهي ريت اللي بده معلومات عنها هاي الرابط رح يطلع في اعلى الصفحة فوق على اليسار فتقدروا تدوسوا عليه بعد الحلقة او تقدروا تروحوا تحضروها عن طريق القناة فهو الفيديو اللي قبل هذا مباشر طبعا بالنسبة للقمر موجود في منزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها زي ما حكينا لغاية الساعة سبعة وستة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم اللي هو عشرة اتناعش اللي هي القبل بيوم من يوم الحلقة احنا بنحكي توقعات يوم احداش وهو أنا ببثها بمساء يوم عشرة لا ينتقل بعدها لمنزلة الاقليل الاكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة الرابعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين يعني الميزان في خلوم مسار بعدين بدي ينتقل للعقرب فعشان هيك منقول انه اول انتقاله بما انه رح يكون في المزان فهاي الفترة لغاية ساعة الفجر تقريبا هي فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعي اكثر من ميل الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور فيها علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة بننجح في اعمال الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية في زاوية وحيدة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة 12 و 56 دقيقة بعد منتصف الليل وهاي معناها انه من واجه مصاعب وعرقيل تتطلب بنا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعدها مباشرة او في هاي الزاوية لما بتصير بيبدأ عنا خلوة المسار اللي زي ما حكينا بيبدأ ساعة 12 و 56 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة واحدة و 58 دقيقة فجرا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لدى الاشخاص اللي في الدول الاجنبية او اللي بيكون عندهم نهار لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار طبعا بالنسبة بعديها مباشرة يعني ساعة واحدة و 58 دقيقة فجرا القمر خلاص بيكون استقر في العقرب فعشان هيك تأثير القمر على جميع الابراج في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التامين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت طبعا في عنا اول اشي حكينا بعد هذا التأثير في عنا زاويتين زاوية بطيئة هي زاوية تثليث ايجابي راح تكون بين الشمس والمريخ راح تكون في تمام الساعة السادسة صباحا بتعزز قدرتنا القيادية وبنتشجع على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي راح تكون في تمام الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بالنسبة للقمر بما انه راح يكون موجود في برج العقرب معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم ثلاثة عشر بيبدأ في تمام الساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة فجرا اي بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة فجرا لا ينتقل بعدها لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناش وتسعة وعشرين دقيقة فجرا بيصبح ستة وعشرين يوم نسبة الاضاءة عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش مزاجها سعيد بنسبة ستين في المية القمر زي ما حكينا في الميزان بدين تقل العقرب حتى يوم ثلاثتاش اتناش منتحس بنسبة اربعين في المية عطارد في القوس حتى يوم عشرين اتناش سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في العقرب حتى يوم خمستاش اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية تقريبا المريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش بدأ بمزاجه المنتحس بسبب زاوية الاقتران اللي بلشت تتشكل ما بينه وبين زحل بنسبة الانتحاسة خمسة وعشرين في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناش منتحس بنسبة خمستاش في المية اورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم اربعة عشر واحد منتحس بنسبة اتناش في المية نبتن في الحوت مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتوف الجدي مزاجه برضو سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم حاذر من الخلافات وما تضخم الامور ابتبدوا مرهف الحس او الاحساس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر اثارة العدوات والبلبلة فمزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للاشخاص اللي حواليك من ساعات الفجر بتنهمك في اعادة تنظيم اموركم المالية اهمش انكم ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون عذار برج الثور بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم كون منظما واحسن ادارة عملك حاذر الجدال مع المعاونين ولا تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية قوم بمهماتك كاملة في ساعات الفجر طبعا مع انتقال القمر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبتتعقد الامور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية خصمك بهاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك برج الجوزاء تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم تأثير القمر يعني شيئا ما بيكون ايجابي رغم سلبيته ولكن ايجابي بيكون عليك بتشعر بالامان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياشة انت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة اما في ساعات الفجر بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي اهم ايش انك تحاذر من المشاكل الصحية برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية كن عنصرا ايجابي ولا تتسبب للنفور للاشخاص اللي حواليك تفهم الاخرين حاول انك تتفهمهم برضو وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات اما مع ساعة الفجر بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء واعد العلاقات الى طبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة يعني فترة ايجابية وجيدة ابتنشطوا في امور اله علاقة بالسفر والاتصالات تتكلم بهدوء ووضح اهم اشي للتفادي اي التباس محتمل تعدك هاي الفترة بامتحانات ناجحة ومفاوضات جريئة ومثمرة اما في ساعات الفجر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهمش انك تتجنب توبيخ الاحباء او لونهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار برج العذراء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج احد احبائكم لدعم مالي او معانوي نظم اقصاتك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة حاذر من مصاريف استشفائية في ساعات الفجر بتنشطوه في السفر والاتصالات خصوصا القصيرة وبكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم شي انك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بيطرق تغيير للافضل على صحتكم ممكن تجدوا حلول لمشاكل او لمشاكلك وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد بعد تصحيح الاخطاء بتتغير نظرتك للحياة وبتحضر للتغيير او لتغيير النمط والاسلوب تبدو متفائل وسعيد اما في ساعات الفجر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهمش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لامور مالية او امور استشفائية برج العقرب ما زال الوضع بحاجة لنوع من انواع الانتباه برضو لصحتكم وممكن تجد نفسك فيه موقف صعب كون حذر وحكيم حاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة فيها نوع من انواع الفشل والخيبة وتعتبر من اصعب ايام الشهر بيطرأ تغيير للافضل على صحتكم مع ساعات الفجر تستعيدوا حماستكم وبتنهمكوا بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك تقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقذ بالمعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس ابتلتقوا الاصدقاء وبتتلقى عرض او بتجد نفسك في موقع مهم اهم شي انك تكون عند حسن الظن بك والجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر انتبهوا اكثر لصحتكم وما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي الفترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف في ساعات الفجر وبتلتقون الاصدقاء اهمش انك تبادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك اذ تجد حليف بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بتنشغلوا في امور الها علاقة بسفر او اتصال بعيد او امور تعليمية اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض او تمويل لا تهمل التفاصيل الدقيقة حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم ايش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة هاي ممكن تحمل نوع من انواع القلق او توتر برج الحوت بتنهمكوا في عادة تنظيم اموركم المالية حاذر من توجيه كلام جارح او نابي او بغير محلو لأيا كان بتواجه قصم شرس وبتشتد المنافسة بينكم اهمش انك ما تخالف القانون عشان ما تكون مدام في ساعات الفجر بتنشغله في امور الها علاقة بسفر او اتصال بعيد او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او حتى امور تعليمية فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض اي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة او امور الها علاقة بمواضيع السفر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء